المحلل السياسي المقتصف الشران الإسرائيلية أستاذ شكيب شنان ينضم إليه هنا في الستوديو مرحبا بك أستاذ شكيب إذن رأينا هذه التظاهرة رأينا كذلك كيف ردت الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو على تلك الأصوات المعارضة تعالوا بنا نتناقش هكذا يقول نتنياهو ويدعو الزعماء المعارضة إلى عدم التهييج إلى عدم الحديث عن حرب أهلية ونهاية ديمقراطية كيف تقرأ الأمور أستاذ شكيب خصوصا في ظل هذه الظروف الحرجة ربما الظروف الصعبة دعنا نقول بشكل واضح هذا الخلاف طفى فوق الماء فقط كان موجودا كل الوقت هناك أجندتين موجودتان كل الوقت في موضوع دور محكمة العدل العليا في القضاء الإسرائيلي كقمة السلطة القضائية في إسرائيل وكانت أجندة واحدة تقول أنها تمتلك قوة أكثر من ما يجب أن يكون ويجب إجراء إصلاح الأجندة هذه لديها أغلبية حتى في داخل المعارضة هناك من يؤمن أنه بوجوب أو الحاجة إلى الإصلاح في داخل السلطة القضائية ومبنى المحاكم وسلطة محكمة العدل العليا ودور محكمة العدل العليا أما الجانب الآخر وهو لا يقل بكثير عن الطرف الأول أيضا يرون بمحكمة العدل العليا والمحاكم الواقي الأساسي للحقوق البشرية وللحقوق الأساسية للمواطن وغير المواطن في إسرائيل هذا على صعيد الخلاف المتحدث عنه في عملية الإصلاح في المحاكم إذن من يتحدث عن الأمر الآخر وهو حقوق الأفراد وحقوق المواطن سيخشى الآن من هذه الإجراءات التي تصفها للمواطن الإسرائيلية بدون أن أدى شك هناك هذا سؤال أستاذ شكيب هل سينجح نتنيه وحكومته في الإجابة؟ هذا سؤال آخر إنه ينجح يعمل الإصلاح بدون شك عنده أغلبية في الكنيسة ويستطع أن لا يسأل أحد وأن يأتي بالبرنامج الذي وضعه ولكنه يدرك جيدا أن ما كان بالأمس في ظروف قاسية ما يزيد على مئة ألف مواطن في تل أبيب فقط وعشرات الآلاف الآخرين في حيفا وفي أورشاليم القدس وغيرها من المواقع التي كانت بها مظاهرات هذا إشارة إلى هيجان شعبي واضح وكبير لا يستطع نتنياه أن يتجاهله طيب هو سينجح في تمرير القانون وهذا مفروغ ولكن هل سينجح بتطييب الخواطر باحتواء هذا الغضب الذي تتحدث عنه؟ يتعلق في نهاية المطاف إلى أين ستصل الأمور مشروع القانون تم طرحه وهناك الكثير من الاستثناءات والملاحظات التي تقدمت من أيدي أعضاء برلمان ومن أيدي رجال قانون كبار قضاء سابقين ومعلمين بارزين ووزراء عدل وغيرهم يعني الموضوع موضوع أيديولوجي كبير لتطييب الخواطر به يتم في نهاية المطاف حول النتيجة النهائية ماذا سيطرح على طاولة الكنيسة في القراءة الثالثة؟ وما هو القانون الذي سيتم إقراره؟ والأصعب من ذلك ما هي الأبعاد؟ من سيخدم هذا التغيير؟ السؤال هل هذا تغيير يأتي لتصحيح خطأ موجود؟ أم تغيير يأتي لخدمة نتنياهو وكما يقول البعض وزمرة الوزراء المدانين سابقا أو الذين توجد ضدهم لوائح اتهام الآن هل هذا سيخدمهم؟ أم سيخدم المواطن الإسرائيلي وإصلاح فيه خير؟ وهذه الأسلة هي التي سيجيبنا عليها الوقت وستجيبنا عليها الأيام بدون أدن شك الموضوع ليس بأمر بسيط خلاف جذر عقائدي كبير وهو لن ينتهي بهذه الصورة أشكرك جزيلا شكرا لأستاذ شاكيب بيشنان المحلل السياسي المقتصف الشان الإسرائيلي على كل هذه المعدومات